بنت السيسي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها الأخير آية عبدالفتاح السيسي ظهرت برفقة والدتها في حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن لكن يبدو أن ظهورها الأول لم يرق لكثير من المصريين ظهرت بنت السيسي وهي تعلم أن ظهورها الأول سيكون حديث الجميع ظهرت ويعلم أبوها علم اليقين أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تتجاهل هذا الظهور أبدا انشغل البعض بمجوهرات باهظة الثمن قالوا أن بنت السيسي ترتديها بحثوا وتوصلوا إلى أنها تساوي ثمانية ملايين جنيه مصري في وقت يعيش فيه ثلثي الشعب المصري على حافة أو تحت خط الفقر انشغل البعض الآخر بما ترتديه بنت السيسي من ملابس لا تستطيع أي فتاة مصرية أن تشتريها وانشغل البعض الآخر باستايل ملابسها هاجموها انتقدوا طريقة ماشيها جلوسها مضغها للبان أثناء حفل زفاف ملكي رد عليهم البعض بأن المعركة ليست مع بنت السيسي لا يهم ما ترتديه أو ما تفعله طالبوهم بالتحلي بأخلاق الفرسان بالتوقف عن الحديث عن النساء والتركيز على المجرم الحقيقي قارن البعض بين تعامل إعلام حظيرة الإنتاج الإعلامي مع أخبار تتعلق بأبناء الرئيس الراحل محمد مرسي أثناء ولايته وبين حالة الخرس التي أصابتهم مع ظهور بنت السيسي أبناء وبنات الرؤساء هم مادة خصبة للإعلام تطاردهم عدسات الكاميرات تنتشر أخبارهم كالنار في الهشيم ولكن في حالة بنت السيسي الجميع يرى فيها أبيها بإجرامه وجبروته وفساده وسرقته لمقدرات الوطن وإفقاره لشعبه وتدميره لاقتصاد بلاده وهذا ما يفسر حالة الهجوم المستمر على بنت السيسي ترجمة نانسي قنقر